أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من معد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات الله أعلم بإيمانكم بعثكم من بعث فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بيلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَبْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاتِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاظِمْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَا إِنْ يَفَعَلَ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَذُلْمًا فَسَافَنُ سْمِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْيَرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ مُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضْلَ اللَّهُ بِهِ بَعْذَكُمْ عَلَى بَعْذُ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا بَوَالِيَ مِمَّا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَقْدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع وذربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا إن يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختلا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالكل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتذنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يطلق مثقا لنا الله وإن تق حسنة يضاعفها ويؤذي من لدنه أدرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا به الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تعتصلون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامصحوا بأجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشعرون الظلالة ويريدون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعنائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمحنا وعصينا واسمع غير مسمعهم وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمحنا وأطعنا واسمع ونحذرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم قبل أن نتوس أجوها فنردها على أدبادها أولن عنه الله كما لعنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشعق به ويغفر ما دون ذلك لمن يشعر وما إن يشعق بالله فقد افترى إثما عظيمات ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشعر ولا يظلمون فطيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون من جبت والطاغوت ويقولون لهم الذين كفروا هؤلاء إذا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملق فإذا لا يغفر الناس نصيرا أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهدنا صعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريكم نارا كلما نذل جلودهم بدلناكم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعبوا الصالحات سندخلهم جنات تجدي من تحتك الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزهاج متهرة وندخلهم ظلا وظليلا إن الله يأمركم أن تود الأبانات إلى أهلكا وإذا حكحتم بين الناس أن تحكموا بالعجل إن الله لعن ما يعزكم به إن الله كان سنيعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأميلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن تحاكموا إلى الضواغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان أن يقول لهم ظلابا معيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول فأيت المنافقين يصدون عنه صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيحرقون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا مليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم من ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا أربك لا يمنون حتى يحكموك فيما شدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنهم كتبنا عليكم أن يقتلوا أنفسكم وبخدر دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم أو أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أدرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما وما إن يتع الله الرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا حذركم فانفروا سباة أمنفروا جميعا وإن منكم لمن لغبت أنه فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فذل من الله لا يقول أنك ألا أنتكم بينكم وبينهم ود دنيا ليتني كنت معهم فأفوز فرزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخر وما إن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤديك أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرد الظالم أهلها واجعل لنا بالله كوليا واجعل لنا باللدون كنصيرا الذين آبنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلأنا كتب عليكم القتال إذا فريق منهم نخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تلقون فطيلا أينما تكونوا إذنكم الموت ولو كنتم في بروج مشيد وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عود الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عود قل كل من عود الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما إن يتعي الله وإن يتعيك رسولا فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وأقولون طاعا فإذا برزوا من عودك بيض طائفته منه من الذي تقول والله يكتب ما يبيضون فأعرض عنه وتوكل عن الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتذبرون القرآن ولو كان من عود غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر أمن خوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإله أولي الأمر منه لعلمه الذين يستثبتونه منه ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحر منين أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسه وأشد تنبيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة صميئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حنيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمع عندكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم مما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أغل الله ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سباءا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولنجاهم ولا نصيرا إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميساق أو جاءوكم حسرة سدورهم أين نقاتلوكم أو نقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلتهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم نقاتلوكم أنقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يجيدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم وكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سخفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميساق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجف صياب شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقدو المؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغذل الله عليه ولعنه وعدنه عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبننوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فابتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبننوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستبن قاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المتضعفين من الرجال والنساء والولان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله وإن يعفوا عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وكثيرا وصعه ومن يخرج من بيته مهاجرا من الله ورسوله ثم إدركم الموت فقد وقع عدله على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أو تقصروا من الصلاة إن خفتم أئم نفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمد لهم الصلاة فالدقوا طائفة منهم معك ولأخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فاليكونوا من فرائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فاليصلوا معك ولأخذوا حذرهم ولأخذوا حذرهم أصلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم أن أصلحتكم أم تعدكم فأميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تضعوا أصلحتكم واخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما مقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهدوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما أرك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفرا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيدون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعمل محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا ومن يعمل سوء أنه يذلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفرا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل مهتانا إثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لكما الطائفة منهم أن يضلهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من ندواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح ومن يفعل ذلك ابتغاء أمرضات الله وتثبيت أمرضات الله فساء نؤتيه أجلا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تمين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى ونصله جهنا وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن نشك به ويغفر ما دون ذلك لمن نشاه ومن نشك بالله فقد ظل غلالا معيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ذلنهم ولأمنينهم ولأامرنهم فلا يمتكن آذان الأنعام ولأامرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولن يمندون الله فقد خسر خسانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعنهم الشيطان إلا غرقا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلكم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما إن يعمل سوء إن نزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وما إن يعمل من الصالحات من ذكر ننسع ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دين في من أسلم وجاءوا لله ومه محسن واتبع من لد إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتنى عليكم في الكتاب في الكتاب في يتامى إسا واللاتي لا تطعونهن ما كتب لهن وترغبون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضاعفين من الأرض والمستضاعفين من الولان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مرأة خافت من معلها نشوزا أو يعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحذرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتدقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فاتذرواها كالمعلقة وإن تحسنوا وتدقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعة وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض كان الله ونهيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن شاء ذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان إريد سواب الدنيا فعند الله سواب الدنيا والآخر وكان الله سميعا مصيرا يا إنك الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلعوا أو تعرضوا فإن الله كان منها تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد قل ضلالا معيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم استادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإنكم إذا مثلهم لأن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحب بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولا ومن يظلل الله فلن تجد له سبيلا يا أنه الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين